عندي كلمة للتطورات اللي قاعد يشهد فيها العالم إسلاح المنظومة التربوية روما هو شأن مدرسي فقط إنما هو عملية مجتمعية أي تعليم نريد ولأي مشروع مجتمعي هذا هو الأساس أنا شخصيا أكثر من مرة تعيتي لضرورة إسلاح المنظومة التربوية تعيتي حتى إلى ثورة تعليمية وثورة تكوينية العلم هو نبراس الأمم وسبيل للرقي والتقدم والدول المتقدمة لكل آمنت بهذا المنهج كما آمن بها بورجي ونذكروا ما قلته الشهيرة اللي يستشهدوا بها الكثيرين قالوا البورجيبة أن التعليم يكلف التونس 60% من ميزانيتها جاوبهم بورجيبة إذا كان العلم مكلف فإن الجهل يكلف أكثر وهنا نشوفه في الجهل يوميا وعايشين معاه وقت اللي أم توصي ولدها وهو داخل الروضة اللي يضربنا نضربوه واللي يقدمنا نقدموه واللي هي أسهل طريقة بيش تخلق إنسان عنيف اليوم أحنا في حاجة إلى إصلاح شامل وفوري يهم منظومتنا التعليمية والتربوية ونسطر أكثر من مرة على كلمة التربية بيش نعاودوا نرسخوا القيم اللي تبنيت عليهم وبيهم هما تبنيت دولة الاستقلال العالم عايش في قلب ثورة تكنولوجية وقاعدين نشوفوا في صور وأفكار نمطية وإيديولوجيات متطرفة وانحرافات بأنواحها فنحن في حاجة لتغيير ثوري في برامجنا ومنهجنا التعليمية ومراجعة كاملة للزمن المدرسي ونرجع الروح لجامعاتنا وإعادة الاعتبار لتدريس الفلسفة وعلم الاجتماع كعلوم تحث على التساؤل يجبنا نفهم أهمية الاستثمار في العنصر البشري في الإنسان وإذا أردت أن تهدم حذارة احتقر معلم وأذل طبيب وهمش عالم وأعتقيما للتيفهين